اشتركوا في القناة واشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم أزكى الأنام شرفا اللهم صلي وسلم عليه وعلى أصحابه الظاهرين الطيبين من اليوم أن يبعث الله من السهداء أما بعد أبائي إخواني أمهاتي إخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيبتم وطرم مشاكم واتبوعتم للجنة في فقعة إن شاء الله سبحانه وتعالى لا شك أن أفضل شيء يتقرب به العفل إلى ربه هو أن يكون دعية إليه لما قضى رب عز وجل ومنح سنقولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين فالدعاة الله سبحانه وتعالى هي شرف المؤمن وهي مكانة أبائي الأنبياء والمرسلين فلذلك مدحه الله سبحانه وتعالى بأن كانوا دعاة إليه يحضر معنا شيخ عالي بسمها بن محمد أنجابي سالد من مدينة الجنفة بالجزائر والجنفة معرفة بمدينة المحافظة معرفة بكثرة علمائها وبالتزام أهلها بالسنة وبالدين الشيخ الذي بيننا بمورديد ألف وتسعمائة وثلاثة واربعون ثمانية وستون سنة أقريبا كان مدير مدرسة مولانا متقاعي لما مدرسة متوسطة للتعليم ثم صارح إلى عمل التوجيني والتعليم الشرعي الذي أهمى كل المسلمين وما يهم المسلمين من موضاعها الظاهرة هو أمين مجل استقرأ بمدير مؤسسة الشؤون الدينية لولاية الجنفة وكذلك له مؤلفات أو في صدق التأليف كمشاريع هي أولوية الاهتمام بالتعليم القرآني وكتاب حول النراف وإشكالية ضردات بين الدين القوية إشكالية الدين القديم والآن المحاربة بعنوان ستكون برهمة الإسلام بين الدعوة والدعاية أستودي الملتقى المعروف بأورجي وجلس مع بعض الدعاة العلماء عن هامش الملتقى وتكلم معهم وناقشهم وتناقش معهم فيما وضع شتى من بينها التعرض إلى عباد الرحمن وجدالية الحقوق والوجبات وبين فورة الاستهلام لا تفضل الاستهلام فلتفضل معها ثم هو لا يطلب منها بعد المحاضرة ونفتح مع الأسئلة فنسأل الله سبحانه وتعالى له بحسن الأداء وهو أهم لذلك ولا لكم حسن الاستماع كما لا ننسى نشكر المرفقين الذين معه جاءوا من مكان بعيد جزاهم وناقنا خير وكذلك لا ننسى نشكر أخونا سامير وكذلك شوقي المرابط في ذلك المكان سألوا تعالى مجرل هذه الجود كلها في سبيله سبحانه وتعالى فلتفضل الشيخ مشكورا غير معجور معجورا غير معجور متفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أدان لهذا وضاقنا لنهتدي لولا أن أدان الله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا مختاره ومصطفاه وعلى آله وصحابته وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إمامنا الفاضل سادة أعضاء هذه الهيئة المشرفة على تأطير هذه المسسة والتأمير سادة أعضاء بيت الله عز وجل السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته قدرنا مخاطبكم ومن رفاقور أن نجتمع في هذه الليلة المباركة المباركة بهذا المسجد المعمور اجتماعا أملته ظروف عفوية وتلقائية من أجل أن نتجاذب أطراف الحديث أطراف الحديث سائلاً ومسؤولاً حول ما يهم أوضعنا أطراف الحديث ومعنا لا سيما لا سيما أوضاعه هذه المجموعة من الضفة الجنوبية التي أضحط جزءاً لا يتجزى في تركيبة وفي النسيج الاجتماعي بالنسبة إلى الضفة الشمالية وهذا التقارب لابد أن تكون له خصوصيات نسيما بالنسبة إلى المسلم الذي أتى بعد هذا البلد كسفير بالنسبة لبلده وكل منكم ينتمي إلى بلد أصل وجاء هنا ليفسر للآخر مزايا تدينه لا نقول مزايا دينه لأن الإسلام لا يحتاج لأحد أن ينافع عنه ولكن نحن المسلمين بحاجة إلى أن نبين لغيرنا أننا نقترر بالتدريج ما أمكاننا إلى روح الإسلام الحقيقية إلى أن نكون المسلمين منتزع الإعجاب من طرف غيرنا وأن نتعامل مع غيرنا بشيء من القوة إذا ضعفت بنا الحال في وجهها المادي فلن تضعف في وجهها المعنوي لأننا أقوياء بإيماننا وإن كنا ضعفاء في الأوجه الأخرى التي تمت بسلة إلى حياتنا هذه الحياة التي غلب عليها الطابع المادي فإن قوتنا الإيمانية إن نحن باقينا عليها فإننا نبقى بها إن شاء الله سعداء وأقوياء متوفرين على الله عز وجل وقادرين على أن نشكر كسر ما ضيعه الآخرون ولهذا ينبغي أن يقوم عمد مقالنا إن شاء الله في هذا المذمار جاء أحد الأزديين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنت سابعة سبعة قال فلما نظر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى زينا وسمتنا وسمتنا قال أعجب بنا وعشبه الأمر وقال ما أنتم قالوا قلنا له مسلمون يا رسول الله قال لهم لكل شيء علامته فما هي علامته ما تدعون قالوا له قال قلنا له خمسة عشرة خصلة يا حبيب الله وشرع يفصل له هذه الخصالة خمسة فخمسة قال له قال له خمسة أمرتنا رسولك أن نؤمن بها وخمسة علمتنا رسولك أن أمرتنا رسولك أن نعمل بها وخمسة تخلقنا بها في جاهليتنا وها نحن أولئي نعرضها عليكم يا سيدنا ولكم أن تبقوا منها ما تشاءوا وكذروا منها ما تشاءوا قال فاشتاق رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أصردها عليه صلى الله عليه وسلم خصلة خصلة أولا قال ما هي الخصال التي أمرتكم رسولي أن تؤمنوا بها قال له إنما جاءتك رسل من جاءتنا رسلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعثهم إلى أسقاع الجزيرة من أجل أن يدعوا الناس إلى هذا الدين الجديد هو ما أمروهم به هو دعوهم إليه هو الإيمان هو التوحيد قال له أمرتنا نؤمن من الله وملايكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت هذه خمس قوائد إيمانية لا تتجزى أن يؤمن الإنسان بكلها وإن هو انفرط منها انفرطت منها جزئية ساقط الكل أمرتنا رسولك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وهنا نلاحظ أنه لم يذكر له القدر لأن قواعد الإيماني سبت بينما هذا الرجل الصحابي الجديد جديد الصفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل له قاعدة من هذه القواعد ولعله سيذكرها فيما بعد لأن الإيمان بالقدر كان من مضامين إيماني الأمة أمة في عهده الأمة في عهدها الجيل قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤمنون بالقدر ولكن إيمانه بباقي الجديد كان إيمانا مشوها ثم قالهم ما هي الخصار التي أمرتكم رسولي أن تعملوا بها ذكر له قواعد الإسلام قال أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عصول الله وأن ندين الصلاة وأن نبدي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج بيته إن استطعنا إلى ذلك سبيل وهذه القواعد وإن كانت خمسة لأنها تتفاوت عدداً بالنسبة لكل شخص فهل كلنا مطالب بالإتيان بها بالكلية أم كلنا مطالب بما يستطيع إذا كانت قواعد الإيمان كلها كلها يطلب بها المؤمن فإن قواعد الإسلام يطلب معرفتها ولكن يطلب منه الإتيان بها في حدود مستطاع لأنه قد يأتي هذا الإنسان يوم القيامة وليس مسؤولاً عن حج وليس مسؤولاً عن زكاة وقد لا يكون مسؤولاً عن صوم بينما يبقى في ذمته قاعدتان فقط قاعدة الأولى وهي الشهادة والقاعدة الثانية وهي عمود الإسلام وهي الصلاة بينما قد يفي الإنسان بكلها بالخمسة كاملة ولكنه يكون قد قصر في حق هذه وفي حق هذه وفي حق هذه وفي حق تلك فيقول الذي أتى بخصراتين ثنتين وليس مطالب إلا بهما أفضر بكثير ممن هو مطالب من الخمسة ولكنه يعاني من تقصير توجهها كلها ثم أشتقى نبي نالك رم صلى الله عليه وسلم إلا أن يتم لهم خمسة خمسة الزرعة الثالثة قال هم هي الخصار التي تخلقتم بها في جهليتكم وتركت بلي النظرة في إبقاء خصار منها وفي طرح خصار الأخرى فقال له الخصار الأولى الصبر على البلاء لخصار جهلية قديمة الصبر على البلاء حالة ما إذا اعترت الإنسان شدة فإنه سرعان ما يتلقاها بما يناسبها من ثبات ومن تركيز ومن صبر والثانية قال الشكر على الرخاء حالة ما إذا كان الإنسان قد اتسعت معيشته ورغدت وكانت حالهم حسنة فإنه سرعان ما توقض فيه همة الشكر والثناء على خالقه سبحانه وتعالى الخصار الثالثة قال والرضاء بمر القضاء الرضاء بمر القضاء ما قضى الله تبعك وتعالى عليك أيها الإنسان وإن بدى خلوا في الوهلة الأولى وفيما يليها من أهلات إلا أنه لابد أن يعطيه شيء من التضمر وشيء من الملل لدرجة أن يصبح الحل عنده مرة أرأيتم أن الإنسان إذا كان ربما طعامه روتينياً وإن كان غنياً وإن كان الراتب الغذائي عالي المستوى لأنه بمرور الأيام سوف يشعر بشيء من المرأة وشيء من التبرر كذلك العمل الإنسان ربما كان يتمنى أن يحصل على عمل ما وبتواري الأيام يتحقق له هذا الأمل ولكنه بعيد أيام سرعان ما يرى الأمر عادياً ثم يتحول من عالية هذا الأمر إلى أن يصبح بالنسبة إليه أمراً باعثاً على السلامة والقلق في صحبة بينك وبين شخص وكنت تتمنى أن تصعبه ولكن يأتي الوقت ألي تشعر فيه كذلك بشيء من يشبئ زاز وعدم التحمل ولكن قل لربك ما هي الحيلة من تخلق من هذا أو هذا أو ذا اللهم إلا أن ترضى بما قدره الله تبارك وتعالى الرابعة قال وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالأَعْدَابِ وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالأَعْدَابِ إن عدوك إما أن يكون في حالة قوة وإما أن يكون في حالة ضعف أين تظهر أنت قوتك الإيمانية وإن تظهر مقدرتك أن تظهر في حالة ضعفه أم تظهر له في حالة أم تظهر له منك في حالة قوتك ماذا كانت؟ وبلغت عدوة العدو عندما ينحط وعندما يشفط من عدنك إياك وإياك ثم إياك وإياك من أن تشمت إياك أن أنت كما نقول نحن ربما الدائجة التي يستشفى فيها إياك ثم وإياك والشماتة لأنها ليست من خلال انفصال المؤمن بل نجدها مدرجة وقائمة في منهج قديم في منهج جاهلي قديم فما بالك وقد جاء الإسلام ليتمم مكالم الأخلاق وليقول بأن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقروا لم يجئ الإسلام ليطرح كل شيء ويستبدله بشيء جديد إنما جاء الإسلام لينقل ويطهر وأن يصف قيمة القيمة البشرية جاء لينزع عنها فاسدها لينزع عنها سقيمها وليستبدله بأمر صحيح ليستبدله بأمر صحي لأن يقضي على طراث المضاء ويجدد بالتالي طراثا آخر بل ما كل في الأمر بل كل ما في الأمر أن يشمو ويثقى بالإنسان نحو العلياء أن يرفع بالإنسان من وحل الأرض ونهماس الدنيا إلى أن يكون ذا خلق كريم إلى أن يحسن التعامل التعامل مع نفسه ومع خالقه ومع أطرابه ومع عاشرته ومع المجتمع ككل بغض النظر عن الانتماء العقدي أو السحنة أو اللغة أو العرق أو الجنس وقولوا للناس حسن مطلق لمطلق ناس والحسن في كل شيء إن الله كتب الإحسان في كل شيء وهذا كتابته التي ينبغي أن تكون منطبعة على قلب المسلم قبل أن يفتكها منه آخر ورد الخامسة قال له والصدق عند اللقاء والصدق عند اللقاء عندما يسطر منه وعد أو تسطر منه كلمة فإنك سرعان ما تجده وفي بعهده وبكلمته وبعهده وأن لا تلاعب الخلال وأن لا استهزاء وأن لا هزل عندما يتعلق الأمر بالحديث مع الناس إذا كان هذا الحديث يقتضي عقوداً مبرمة معه إلى هنا ننذهب على كل حال ونخلص إلى الحصة أو الجزء الأول أملك أن نوصل إلى ذلك بعد ترجمة ابننا قال بديك بسم الله الحمد لله الحمد لله السلام على الأسلوب وهو لذلك السلام عليك وهو أيضاً سلسلوكة لفقائد ماذا أتبع بالطبع الماعدة سلسلين انسات الفتى لا أشكراً هناك من التنبقات ي espero أنت الإمراع هناك الملايش pilgrim مع المنزل اشتركوا في القناة 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 أولا في البحية أننا علموا في الكريم، ما ندرسل نحن نحن نتكيل، ولميع أصبحت الم Pastoreогن لم نعطر إليها. ونهل نحن نحن نعطر أوليها ، ونحن نعطر أوليها، أولا في البحث ذكروا نحن 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 مكتابت القديم، وعلى الله سبحانه وتعالى ما يصبح الوصول على حصول العمل على الموت خلال عامة لدينا صفحة التربيل الذي يصبح عن عجلة لا يصبح لأن العرب من الأرى في المنشطة تماما أنفس الشيء كان خذل عمله ماذا أنه ونحظم ممكنهم أن يصبح عن التربيل هذا هو السيد فهو بالإذن انتظر particle انتظر لتسجي أنه قلت الجمعيزين يعطي إلى بعض الأشياء قلت السماء كان يتعلن ويتعل نفس المجنساء منه ومحمد والمول السمع ويؤلف ولقائر المترجمات للمساة، السيطرة، العظيم والتصوصة، الجنة والمساة، لماذا كان لدينا المترجمات للمساة؟ وليس قد تتحدث عن المساة، لن نحن نطلق للمساة لمساة كلما من المفاة، فسر، أيضاً، لنه أحدنا من أحضر سواء من المساة، على أيضاً، وما فرصة، ونحن لم يكن لا يطلقون المحري، إن كان الأمام يشجير لغاية ، من الحفل الضواء ، لا يشجعه بينما يشجد أسفلتك القدرة لا ينشجعها sixthم المؤمنين هو أعتدرون إلى القدرة لكننا تتعاه أيضاً ، يعتقد أن بعضنا بعض لمجال القدرة سيژ لانهم يشجعون asم تشجعون إلى أن المجال فيه أنهم يشجعون إلى المجال قد لا يستدخل قد تكون من سيانا ، وما أنهم يشجعون إلى المجال لن يجب أن تتعلم فلا بي جيدة أن تتعلم فلا بي جيدة وإذا هل حالة بحرامة وحقاً ما تعتمون بحرارة وحقاً لانهاتف حقاً عمنا بحرارة وحقاً محرارة عن حقاً في التجارة الذي ينبغي معه وحقاً ما يتطلب أخبره وحقاً لأنه سعرض لتحديث المترجم للتعامل في في مرادة علامة لكن عندما يتم امتلك الاتفالات يوجد الانتائج الوائع نحن انتهم وينتابعي انتظروا بل therefore تعد وقت قد اشجرب لكن بعد اصنع انتظار النظار في السابق وقت يوجد وضع الانتظار ويجب انتتخول وينتريتها 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 ويجيبان نتيجة الانتظار يتواجه ويمكننا نحن تيجن أو إلينا خلاله أخرى لذلك المبالسة لأسلتاك كان للغاية والغاية التي تحقيقه هو أن يقوم بكما يعلم وأخرى يقول لليه لا يجب أن لا يجب أن يجب على محادث لأسفقه أو أن يحصل على صحيح إذا كان خلال في الأحاول تتخليل قبل كبيرًا تتخليل برية أحلى تعليم تتخليل من الواقع تكون هناك في الأحاول وليس في المحاول في هذا الواقع ما يشعروا أنها مناسبة لأنا جدت المجتمع وكذلك حول الناس يبدو بحيش إسلامي نحن نرى أنه في الإسلام كي نرى أنت نحن يربحه بالترابع لا يشعرر يكون كثيره في الكون يطالق في الحديث لو جائع فيل الإسلام سهرب الناس يظهر بالسلام لن عمل حلم بس لديه مجرد ما قد اختصاره ولكن جدا بالتوارج في تقاني وهدق النظام الليفاء لعضب حلال الدنيا ليس لم يأخذ كل كلها من التوارج من عدده حلال الدنيا ولكن طالب اجعله إليه بالتعليل جدا جده فقط عند أن نستطيع المختبر دائما لتفقية بكلهما ليس فقط على تفقية قليلا فكرة آله لا تولد لطفاق الخام الجمخ الخام funk ها اعطى 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 لا يوجد ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا كانت قيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المنهج الكامل وإن كان معلوما بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم إلا أن الذي يجد في الأمر هو أن وجد أيجالنا الحمد لله يتمتعون بهذه القماعة ويحاولون أن يُعطوا من أنفسهم نماذج لتمثل هذه الصفات الخمس عشر بماذا وصفهم صلى الله عليه وسلم سألهم في الوهلة الأولى وقال لهم ما أنتم ولم يقول لهم من أنتم لأن الأمر يتعلق بالخلق وليس بالانتساب البشري لو قال لهم من أنتم لو وصفوهم بأننا من ماء كذا أو من قبيلة كذا أو من شهاد كذا وهذا لم يكن محل استفسار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال ما أنتم ما هي المعاني التي تحملونها ما هي الصفات التي تجسد قناعتها لهذا قالوا له نحن مسلمون والآن بعد أن سمع صفات المسلمين الحقيقية التي تتقسم إلى صفات ثابتة ثبوتاً حالاً قادرة قبل الإسلام وصفات ثابتة بوجود الإسلام وبرسول دعوة المحمدية قال لهم علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء علماء حكماء كانوا من فقههم أن يكونوا أنبياء أنبياء عندما يعلم الإنسان واجبه نحو خالقه ونحو خلق خالقه هذا العلم التام عندما عندما يتصرف الإنسان على نحو هذا العلم ماذا عندما يعرف الإنسان واجباته وأن يتصرف تصرفاً ينم عن معرفة هذه الواجبات أصبح عنده حكيمة وهؤلاء جمعوا بين العلم وجمعوا بين الحكمة الحكمة التي هي وضع الأشياء في مكانها نعم والعلم الذي هو إدراك الأشياء على حقيقتها أدركوا الإيمان على حقيقته وأدركوا قواعد الإسلام على حقيقتها ورؤوا ورؤوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخيصارة التي أبقت هذه الأمة إلى أن تلج مداخل الإسلام ومداخل الإيمان هذه المعرفة هذه المعرفة وهذا هو العلم الذي حدى بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يصفهم بأنهم علماء وأنهم حكاما ولو لم يكن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حل لكانوا شبيها بمن؟ لكانوا شبيها بالأنبياء في الأمم الثالفة ولهذا قال لهم كادوا من فقهم أي من معرفتهم وعمق فهمهم كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء فما أحلاه وصفا وما أشده حلاوة أن يكون هذا الوصف ممن لا يطلق عن الهواء صلى الله عليه وسلم ما أبهى وأحلى أن يظفر الإنسان بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في عداد العلماء بالوصف المحمد بالمفهوم الذي يرتضيه أصر الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الحكم بالوصف الذي يرتضاه صلى الله عليه وسلم ما أحسنها شهادة وأن يشانا يعلق على صدور هؤلاء أن يكونوا في زمرة العلماء وأن يكونوا في زمرة الحكمة ولما فتحوا الشهية للحديث قال له النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إن كنتم تقولون إن كنتم كما تقولون ها أنا ذا أزيدكم خمسة لتتم لكم العشرون ها أنا ذا أزيدكم خمسة خصار لتتم لكم العشرون الخاصة التي قال لهم لا تجمعوا ما لا تأكلوا ولا تبنوا ما لا تسكنوا ولا تتنافسوا فيما أنتم عنه غدا تفتركون أو زائلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغوا فيما إليه تقدمون وفيه تخلدون كما تقولون هل يترجعون خمسة خمسة؟ نوأجلوها بعد ترجماتهم ترجمتنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وترجماتهم وعذيه ، فهم يمسون على المساعدة للشساب، يعني دوريهم الأولى على الإسلام الذين كانوا ترانون فيه وصحبا وصحبا كان جدا. كان يمسوا عموني أنه أردو أنهم سيطعت أنهم سمعت شجمج إلى السابق يقولونين سيجمع ومن هذا المترجم أنهم سيطعت اليوم كيف يتجعوا بفتل سيطرة فترة لمترجم هم يحفة وكما يحفة في هيداء إنتاج الأشياء ون konnte يمكن أن نغطني التعامل ون يمكن أن يمكن أن تضحقق fulfilling هذا الشيئ وانتطرين كن صغير لعضل المهات المتحدث أن هناك حسب المتحدث في صغير لكن ليستطرين لبطور الشيئ تلك حالة تصوير هاي لم يكن وهو المغامل كل هيلسات ويم أن يكون الظهور في منحن إن كان يلك اظهر من معلين themselves هكذا البيض يحب في الأصدقاء بأن تخططين أن اجساد النية ين تنسى مكلا بالمهمة اللقاحة السلام له نبه شروع مع السلام فعل رحمة السلام سيارت السابت المحسن القصة تنسى نحن اللقاحة السلام وفي ذلك ينضي تضيف بالتالية لا يوجد أن يفكر سمسان من المضمين يوضعه على المفادي يعني في كلها بلعبان و والتي دعية لقد سمسان له ليه سيطلب 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 لما سيطلب فسيطلب قد محبي سيطلب والتي سيطلب دعنا اسيكم ل vive شكراً لكم 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 هذا المنهج الكامل الذي اتمل بكماله صلى الله عليه وسلم وكمال اقصاده صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياهم جائزة مضافة للجائزة التكريمية الأولى المتجلية في وصفهم بأنهم علماء حكام إذا هناك جائزتان تكريميتان لهؤلاء القوم أن يوصفوا ونظر أن يصف غيرهم بالحكمة لهم ثانياً أن يُعطوا خصاراً متجلسة ومتناسبة عدداً مع الخصار التي تحدثوا عنها وهي خصار تجسد خصار الإسلام التي دعا إليها الإسلام وطلب من المسلمين أن يتصفوا بما أمكن منها لأنك أنت عندما تأتي إلى دكان وفيه ملابس فإن الملابس فإن الملابس قد تكون من كثرة بحيث تسع جميع الأعمار والجنسين معاً وجميع الأغراب ولكن كل من الناس يأخذ ميرواته ويناسبه من هذه الأثواب فما تشتريه وما يلائبه هكذا هكذا شأن الخصار التي تعرض عن المسلمين فليس كل الناس مطالبين بأن يأخذوا جميع هذه الخصار وإنما كل الناس يتقاسمون هذه الخصار نعم هذه الخصار ينبغي أن تكون متفشية في المجتمع بأكمله ولكن ليس على مستوى الأفراد فرضاً فرضاً بل الأفراد كل منهما يأخذ ميرواته في إطار التكاملية التي حث عليها الإسلام وبنى عليها أو رسم عليها ملامح مجتمع المدينة على صاحبها أفراد الصلاة وأسكتر السياس قال لهم هنا في هذه الخصار المضافة قال لهم لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تقنوا ما لا تسكنون وهذه وهتان الصفتان نستطيع أن ندرجهما في زمرة واحدة وهي زمرة الدعوة إلى اتصال فنحن أمة لا تجعل من الاقتصاد تدبيراً مادياً دنيوياً بحتاً وإنما تجعل من الاقتصاد جزءاً لا يتجزأ من عبادة الإسلام فأنت وأنت وأنت تبارس الاقتصاد ثق بأنك عبد لله عز وجل استشاداً استشاداً بقوله تبارك وتعالى حديثاً عن عباد الرحمن قالوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يغطروا قراءتنا وكان بين ذلك قواب استشاداً بقوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عمضك ولا تبسطها كل البص فتقعد ملوماً محصوراً محصوراً استشاداً بقوله تبارك وتعالى فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلاً مما تكن فما حصدتم لم يقل فما حصدتم فكلوه على لسان سيداً يوسف عليه السلام وشرروا من قبلنا وشررنا قبل فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلاً مما تكن إلا قليلاً مما تكن وهم يملكون ما يملكون ومع ذلك ينبغي أن يوفروا كل التوفيق بين حسن الاستثمار وحسن التخزير وبين الاكتفاء بالقوط الحاجة أن يتعادوا إطلاقاً مع التبذير مع الاستهلاك المفرد ليس من سبة المؤمن إطلاقاً ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم في حديث عما أمره به مولاه عز وجل قال أمرني بالتسر من جملة هذه التسر أمرني بالقصد في الغنى وفي الفقر ليه؟ الفقر والغنى سياني بالنسبة إليه في ميدان الإنفاع لا أن يتعامل مع الفقر بالتقطير بالتقطير ومع الغنى بالإسراء أبداً أن يتعامل بالقصد فيما بينهم بحيث لا يضغى عليه غناه ولا يفجئه فقر بل يبقى دوماً وصد لا يتأثر لا بهذا ولا لا يفرط ولا تفريد إذن كذلك هنا قال لا تجمعوا ما لا تأكل أمر لا تأكله من أين لك أن تغتصب حق حق آخر فيه وربما تتركه نهباً لمن لا يستحق وكذلك ولا تغنوا ما لا تسكن عوضان يبني مثلاً شققاً ويعدد في بنائها فالمسلمون بحاجة إلى أن يبنوا مرافق أخرى مرافق اجتماعية مرافق تخدم إنسانية مدارس كرآنية مصليات وما أكثر وما أكثر وما أكثر ما تحتاجه الأمة إلى مأوان مأوان ديني ومأوان عقدي ومأوان اجتماعي ومأوان من أجل أن تنجأ إليه لتقوم لتواصل فيه ضربها ومشوارها في هذه الحياة ثم هناك الخاصة الثالثة وربما قد تكون زمرة لوحدها وهي أنها قال لك ولا تتنافسوا فيما أنتم عنهم غدا تزولون وهو التنافس فيما ظاهر الدنيا التنافس في السلطان التنافس في المال التنافس في كل ما ينسيك الغرض من وجود بهذه الدنيا ما ينسيك أنك خليفة في هذه العرب أنك تحقق مشروعا حضاريا في هذه الموجود أنك رسالي أنك تأمر بالمعروف أنك تنهى عن المنكر أنك تؤمن بالله أنك تنتمي إلى أمة هي خير أمة للناس ولألا الرابعة والخامسة قد تندرجان أجمعا زمرة ثالثة وهي أن يحسن الإنسان تغليب آخرته على دنيا أن يجعل من دنياه مطية لأخرى أن لا يدع الدنيا ظرة للآخرة ظرة ظرة للآخرة قال واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون أن يجعل من يوم القيامة دائما بيذنه ونصب عينيه كيف أقابل مولايا في هذه الفعل وفي هذه الفعل وفي هذه الفعل ثم قال وارغبوا فيما إليه تقدمون وفيه تخردون وإنتكن رغبتكم الكبرى وليكن مستقبلكم العظيم عندما نسمع أحدنا يقول أنا أخدم من أجل مستقبلي كلمة حرغة وكلمة حق ولكن ما هو مستقبل أهو مستقبل ينتهي من نهايتك الدنيوية أم هو مستقبل يبدأ بحياتك الأخرى وهنا الفرق بين العالم الحكيم وبين الجاهل الغير نعم 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 لقد نعم ثم يمكن أين أخوان وحد أو أخوان وحدا أخوان أخوان الأخوان الجاهل أنشاء أخوان 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 مثل كلمة يدو وسيدي سيدي وطيس مع نعم 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 إليها على هذا هذا في وقت محظم فهو يجب أن يجب أن نكون تشعر في كل مدينة لكن على قوله، شخص يجب أن يسحب هذا العرور فعثم، فهو يجب أن يدعوني بعض أصلاح ويجب أن يكون هذه الأعضل ويجب أن يكون محاجرة أصلاح في ذلك فهو يجب أن لا يشعر أنه لا أستطيع للشعر ويجب أن لا يشعر أن لا تشعر أن يستطيعه لا يكون المعنزة التي أكثر لك المقاربات أخرى يريدون ميزين الوحيدة ون نظر من البيعاتنا يجب على المقاربات يتخلق الأمم الغ الأنجية والعجية يجب على المعامل لا يستقع يزوجي نعم هناك هناك الأنجيس وعليل هناك هناك لا يعد من تشارك المصاربات يستمر بانبيع لا يريد هناك ونعرف مستقن ثلاثم لما يشاركت في مستقن كسبيل يمت على وقفه الك hè رباد ورحمان كلمةهم ، بيسم فتح وفي صين تحصف ومن تعلم كما يدفع ليس يمنونون أوضعت ليس كم يمنونون ولا يمنونون لدينا فهيية أصدق نحن أي شيء إذا كنت أردت إلى المسؤولة في جديدة للمسؤولة الإجيزة سوف يسألون الأمين ويفية أفعله لذلك لا نقوم بالنسبة لعصان المسؤولة كنت أدت أيضاً على هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو مرحباً في ذلك يقولون أن أجل حدث يسألوا في فكرة أجلوا في فكرة أجلوا في سيفية كما يتفعلها في فكرة أجلوا في فكرة أجلوا في فكرة أجلوا في مستدرات فتاح أنهم يأتيون بكل آخر الخاصة أي حياتنا ، فإنه سوق أيضا للمزيز ، إذا كان هناك من العمل أيضا هناك مبزدًا في الواقع. أي ضلufة الحديث ، لكي لا يقضون تنقل التحوى الموضوع ، لتحوى الموجود ، لكي يكون بردان المفيد ، هناك إزال أكثر سؤال أكثر بشكل مهارجيس ، هاته مثل المسكوة في القراضية والغاية التي تركها ولم يهمهم أنه تقديمه الأشخاص وهوك بالديمية الاستمرار الخطف تهديم المدارسة من اليسروجل يمكن أن نعيد الحدفة حيث يقول فى الرسالة يقولون أنك2 يحسسس تقديم المدارسة هنالك الأشخاص سيف داخل المنمم مرحلة سيفون هذا تعني هذه إلى ترك وجهات أخرى ينسكنا يكون تبابعة الأشياء التقليد يجب أن أن أعطور سبحانه سبحانه وتعالى أنه محصول يجب أن يجب أن أدفعوا لهذه المساعدة داحت بذلك قول الله ما سبحانه وتعالى للأن هذا يفعل المثال يوجد التقليد المثال والكل وضع كله في أعطام في موقع إذاً تقليل يفعل أن يمكثب على أن يتم真حي في ما يجب أن يتعرجع قبل أن يجب أن يجب أن يجب أن يطعب وسيط على ما يتوقع في أكثر إذا كنت اعتقل على الدكرة الجامعة ، فَاتْ إِنَهَا لِي وَلَيُنُوا أَنْ سَلْتَيَن أَنُواءً يُنتَبُيَا لِي وَمَنَا لِي مِنَتَيَا بِيخَرِيصُمُينَ وِنُتَجُمُينَ وَالَقَئِنُوا اسمُّونَوْا وَلَيَنُوا آِلَى يُنَا أَنْدَوَا ثَرَيْهُ الْمَارِنِي وليس كنونًا ، مِّقاً إِنَسِونَ وَالْيَا رَيَّمُوا هو البركات المتحدة في الناس في الراع لي نعامل أشكر الشيخ الفارض الجليل الأهل المحاربة القيمة التي خاطبت العقول قبل القلوب والتي كانت ممنهجة هادفة كأنه جمع فيها هذه كله في ثلاث كلمات تحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فالأولى الخصادة الخمسة الأولى هي الإيمان والخصادة الثانية هي الإسلام والخصادة الثالثة هي الإحسان ثم إذا كان الإسلام مؤمن حقيقيا مسلما ولعا مؤمن حقيقيا فإنه سيأتي بعد ذلك بالثمراء ألا وهي دخول الجنة طاعة طوعية ممزوجة عبادة طوعية تقود إلى حياة أبدية يعني إلى الجنة نشكر على تلبية الدعوة وعلى أن زارنا ضيفا كريما وهذا السؤال يأتينا من النساء يقول أن يجوز للمسافر من فرنسة إلى بلد آخر أن يفتر من يوم الصيام من شهر رمضان قولي تعال فمن كان من كل مريضا أو على سفر من فعدة من أخر نظر لي أن السفر هو الكتابة موجة بالسين سفر تقول لي أن أخذ نظر لي أن سفر في القديم كان مشقة وتعب وتعب على الخير والجمال والمشي والآن أصبح طهرة والسلام عليكم رحمة الله جاوز شخص بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام كتاباً والسنة مبنية على علل وعلى حكم مبنية على علل على أسباب وعلى الحكم هذه الحكم قد تختفي وقد تظهر أما الأسباب فهي مناسبة ظاهرة منضبطة له براع الحكم مثلاً يتعلق بهذا المثال عندنا حكم وهو الترفص وهو رخصة رخصة الإفطاع بالنسبة إلى الصالح الرخصة حكم لكن ما هي العلة وما هي الحكمة العلة هي الصبر والحكمة هي رفع البشر رفع الحرج والإسلام وإن كانت المصلحة والمقصد الشائعي هو رفع الحرج ولكن يبقى الحكم مرتبطاً بعلته والعلة مدامة موجودة وهي الصبر فالرخصة دائماً موجودة احتاجها احتاجها من احتاجها واستغنى عنها من استغنى عنها ولهذا هناك من يتحدث عن أمر كهذا متحدثاً عن الحكمة نعم الحكمة ربما هناك من يحلم له من يحلم له الصيام في الصبر وعند إذن لا يدفعه لأن يقول أين أين هذه الأن لعنى موجودة وهي صبر سؤال مطروح هل أنت مسافر وإلا لا هل أنت الآن محروم من وطنك وأنت الآن في وطن آخر وإلا لا ولكن الطائرة لا تشفعوا لك ربما ربما قد تخففه من وضعه وعثاء السفر ربما ولكن يبقى أن ألبون شاسع بينك وبين بلدك الأصل بآلاء الكولومترات فالطائرة لا تتطرب لك المكان وإن اختزلت الزمان ثانيا هل الطائرة مكتوب لها البقاء أفدا ألا تتوقع أن يكون هناك يوم ترجع فيه إلى استعمال تلك الوسائل البداية ولهذا ما يمر أن نتعقب على حكم الله تبارك وتعالى المرتبط بالأسباب وليس مرتبطا بالحكم لأن الحكم مقصا وتختفي وتظهر بينما الأحكام أنت مسافر إن شئت أن تستعمل هذه الرخصة فلك ذلك وإن شئت أن تبقيها لفرصة أخرى فلك ذلك الله أعلم يوم يوم ذكرني الشيخ وذنى قال ربما قلته وربما ما أسمع لي شيء أن المشقة أن المشقة غير منضبطة بينما السفر قلنا دائما لعلّة إله هي أمر منضبط ظاهر مناسب كالسفر فالسفر كل الناس يعيكونك بأنك اليوم مسافر لأنك أبقيت عائلتك وودعتها وأبقيت على خير وودعتها وأنك تريد أن تنتقل من مكان آلف إلى مكان سحيح وهو با وأنك مجبور بأن تبقى في المكان با مرحة من الزمان مثلا بينما المشقة لا نستطيع أن نكيفها ولا أن نقدرها ولا أن نضبطها لأنه قد تسافر ولا كمتعة في سفرك وقد لا تسافر تماما وتجد أم نفسك في حرج ومشقة أسفر أسفر مجبور لتترجمة هناك كبير يه kung أم تسجير لا يهسر إما في الب tossرور كبيره ونaga على الجهر أو لغيره نساء للغاية ون نجد كبيره من أشهر المراض الأفضل كان الأول كان يشاركين على جارة المراض الأفضل ون تسجير الآخر أم أنه ذهب إذا كان يفترسيه لا يجب التسجيل العبري يجب أن أدافق أينة الشيخ كان أمتلاقًا فما ي jugنة للحكام التسجيل يجب أن يجل من الضافي فأكما في نوعات سيد جjestهة منه صحبا وطفل في المهنغین وهي سيد المعنجه وهي فقط على المترجم السيد المعنج وهي مخصوصة وهي المعنجه الحلوك في الموقع هو السيد المعنجه و 하니까 إذا قامزه ث realise هذا الجوم أول شيء لا يوجده في هذه الخاصة هو الطريقة كتبرة من المستقبل أخيرا هذه هي الساعة التي تظهر كل طبيعة فرصة هذا الت Donovan خيام المنصير يبدأ في القصة التي تظهر كل جدا أعطاء لديهم السماسة لديهم السهب الى سوسك للجد سماس لديهم السماسة لذلك المنظر لأنهم كل جدا يسهدون في ذلك ش 때문에 عسنا فتح أن أحدهم س bearing يستطيع التحقيقه، يستطيع التحقيقًا، يستطيع التحقيقات على مدوانة. كما يستطيع التحقيق من فهوه. لكن يستطيع التحقيق مع مدوانيات، ليس من الوحيدة على هذه المستطرق. وبعض الوحيدة مع هنوان، فنقب، مسأخذ بمي سيئة إماما، وفي تحديث بغاية التانسية، فهو يمكن أن تحديث بغاية تحديث بغاية التالسية، فهو أفضل من الهاتف ليس سيئة في عام التالسية، فهو يمكن أن يكون كل شيء بغاية ، بغاية الوان. ومن المحاولة في المواطنة لا يتغطون على خيارة ليس يتغطون على التعالي وإخوصان أن ذلك وإنها في الأطفال وإخوصان الأطفال وفقر أنه في الشعب المواطنة بسيطة وربطة حيوانا ورغم جدت على أطفال وإذا بتأخذ في الواجيجان وان يفهمت أن لكم من يجبون لحظو leur ضرورها فسحيانا في الاحظارات يسألون أن يجبون لحظوه وتغفوه لا يوجد تأتي لحظوه فهل طيون قد يجبون التلميز في الاحظارات ليدون الطعام لحظوه ولم يجبون التطلق هي من المحظ في من خلال حظوه في من خلال حظوه سؤال الأخراج ان تدري المشكلة ويسأل كل هذه المحكمة ويسأل كل محكمة أشكركم أشكر الله أشكركم ونشكركم كما يتبعون وإحضار 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 الذين كانوا يجلون خفاء صلى الله سبحانه وتعالى الله مرحمنا فينا كبير رحم ولا تعذبنا فينا كعلينا قادر ولا تصلت علينا بذنوبنا لا يخافك فينا ومرحمنا الله مشفي كل مريض وارحم كل ميت واردت كل رائما إلى أهله سانما وارما برحمتك الله موفقنا لما تحبه تأذى الله من كلا سقنا في السماء فأنزب من كلا سقنا في الأرض فخارج من كلا سقنا قريبا من عيد الفخارج وإن كلا سقنا قريبا فكثير وإن كلا سقنا كثير فبارك لنا فيه سبحان ربك رب العزة يا عام والنصفون والسلام عليكم الحمد لله من العالمين والسلام عليكم ورحمة الله